بعد أيام العطش التي شهدتها مناطق واسعة من العاصمة نواكشوت تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة ها هي الشركة الخدمية الثانية الشركة الوطنية للكهرباء تعلن عن انقطاعات متوقعة في الكهرباء يومي السبت والأحد الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري الشركة الوطنية للكهرباء أرجعت الانقطاعات التي تشهدها العاصمة نواكشوت إلى تدخلات في إطار الصيانة مبرمجة من شركة سيماف على خط الربط عالي الجهد التابع لمنظمة استثمار نهر السنغال الذي يغضي جزئياً مدينة نواكشوت وزير البترول والمعادن والطاقة عبدالسلام محمد صالح كان قد قدم في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بياناً يقضي بوضع خريطة طريق تتعلق بتنظيم وتحسين أداء وإعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء وهو ما يمثل حسب تصريح الوزير جزءاً مهماً من برنامج التحول في قطاع الكهرباء بما به تحديث الإطار القانوني والمؤسسي له الوزير أضاف معلقاً على البيان أن الأخيرة تناول المعوقات والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء بالإضافة إلى الخطوط الرئيسية لبرنامج التحول الذي يسعى إلى تمكن القطاع من أن يلعب الدور الدياد الذي يستحقه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وإننا نحن نقلقاً للمعوقات الإنتليجينة وهو أي من الأمور التي لا تطلقها في هذه الشركة الجديدة التي لا تقود من توقفها بالتوزيع والتحصيل فايد تذهب على أنها لا يتقود تركز على هذا الجانب والذلك لا يتقود بإمكانها على أن الناس الذين يقودوها والناس الذين يستغلون فيها يبتكروا الخطط أساساً متوجهة للك الهدف بالذات هو كيف يمكن أن نحدوا من هذه الظاهرة وهذا سيتطلب كثير من الإجراءات البعض النفات البداية والإدارة العامة الحالية وله يتواصل وإدخال هذه التقنيات الجديدة لضمان بعد أن مات لحد يستهلك شيء ما نعرف منين وله هذا يتعود هناك مراكز ملي عدادات مركزية معروفة من كل تقريباً حي الحكومة الموريتانية في إطار إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء كانت قد أعلنت الخميس عن قرارها تأسيس شركة خاصة بالإنتاج والنقل ستعنى بخطوط الجهد العالية وأخرى خاصة بالتوزيع ستكون المشترية والموزع الوحيد للكهرباء في الوسط الحضرية بينما ستتولى شركة ذالثة كهربة الريف نظراً لخصوصية القطاع الريفي شركة الرابعة أعلن عنها ستتولى المهام المشتركة بين الشركات الثلاثة إضافة إلى إعداد المشاريع الإنمائية الكبرى وتحصيل الموارد وفق تأكيد وزير البترول والمعادن والطاقة